في موسم السباحة مع تكرار حالات الغرق على شواطئ متنوعة في بلادنا الوقت الأول في المحتوى سيكون مخصص لهذه القضية توصيات وفروقات بين مياه البركة ومياه البحر وسباحة الأطفال والبالغين رح نحكي عنها مع الدكتور أحمد ناطور أهلا وسهلا دكتور بالبداية خلينا نحكي إيش الفرق بين مياه البركة ومياه البحر أهلا وسهلا فيكم وفي المشاهدين طبعا في فرق كبير بين بركة بين بحير الطبرية وبين البحر البحر طبعا هو مالح كثافة الماء بتكون أزيد فبيحمل الإنسان أنه يطيش هناك أزيد ولكن هذا ما بيكون أنه إحنا لازم أنه بنطيش أزيد في البحر معناته إحنا لازم ننزل على البحر ونخاطر بأنفسنا في البرك وبحير الطبرية مياه عذبة اللي هي طبعا مياه خلينا نقول بلغتنا ثكيلة بدون ما أحلل تحليل علم زيادة عن لزوم خلينا نفهم بعضنا منيح منيح أنه المي بتكون ثكيلة البركة طبعا بركة اللي ممكن تكون 25 متر على 12 ونص متر وبكون منقض هناك أو اثنين منقضين بحير الطبرية هي المشكلة الكبيرة طبعا بس برح كان في حادثة غرق طبعا أنا بسمعش غرق إلا في حادثة لابن 15 سنة اللي غرق فيه هم بيكونوا غرق لكن هو ما غرق إلا هو أغمى عليه على حفة البركة بسبب حالة طبية وهذا الموضوع إحنا رح نحكي عليه أنه لازم إحنا نأخذ مسؤولية على أولادنا على صحتهم وعلى سلامتهم على حفة البركة أو في طبعا في الطبرية الموضوع يختلف نهائيا في الطبرية هناك إحنا لازم نعرف أنه المي ممكن تجرنا لجوة حسب الطاكس حسب الرياح إذا الرياح هي شركية طبعا فيه خطورة أنه يخربنا لجوة طبعا إحنا في الضفة الشركية إذا الرياح جنوبية بيكون خطر في بحير الطبرية وكمان في البحر لأنه البحر بيكون غضبان بهاي الرياح الجنوبية غربية جنوبية بيكون البحر خلينا نقول بلغة هيك عامية غضبان بيكون أمواج بيكون طيارات وإحنا لازم نلتزم ما إنفوت بهذه المدهة طب هون عم تحكي على أمور اللي أنا كفرد لا يمكن أن أقيسها بالضرورة قبل ما نحكي على سبل قراءة هاي الإشارات لا عارف أنه في طيار أو في شيء ممكن يسحبني كبني آدم أو لا بدي أروح معك لبحيرة الطبرية بالذات لأنه فعلياً عم نسمع كتير أخبار عن اختفاء أو حالات غرق كل سنة بنفس المكان واللي بيطلع على البحيرة يعني من مناطق معينة وعن علوم معينة ممكن تشوفها كاملة يعني بدل لك ما تتخيلها كأنها بركة أكبر من البركة العادية شو سبب إنه هل قد هناك في خطر وبعثال ما من كل البحر غدار ولا مراك من البحيرة عدد أسباب عدد أسباب خلينا نقول السبب الأول إنه أنا كمستجم أنا بعرفش شو بعرفش بعرفش أنه أنا بفكر حالي بأسبح في الماء الغميكة وبفكر حالي أنه بأسبح ولكن أنا ما بجيد السباح وما بعرف في السباح أول أحد أثنين البحيرة طبعا موجودة في الصحين مكاعدة في الصحين والصحين هذا قاعد على فوهات بركانية الفوهات البركانية بتطلع مي سخني وبتأخذ مي يمسك على تحت فبسموها راضعات هاي بيكون راضعات لهذا السبب بيصير اختفاء لمستجمين بيختفوا زي ابن طمرة متذكر اختفى وكان يسبح منيح منيح اللي وصلوا له هناك معناته وبسبح منيح فمرة وحد اختفى بسبب إراضعات هاي فزيد على ذلك الرياح اللي أنا ذكرتها قبل شوي أنه ممكن هي يتجرنا لبعيد وتكون طيارات اللي هي ماشية في كلب المي هاي الأشياء اللي هي رئيسية ومهمة جدا وهي يمكن محاربتها تفاديها التعاطي معها بشكل أنك تطلع بدون ما هي تأثر عليك شوف إذا أنت سباح ماهر يعني سباحة بتسبح منيح منيح بس ما تكعش في راضع وحدة اللي تخذك نزلك لتحت هاي صاروا ممسكتني حتى لو بصير إذا أنت على العجلة أو على السفينة ممكن أنه اوكي ولكن أنت بشكل هذا في المي ممكن الراضعات اللي لا يأخذنك لتحت هودنك تحت إيش في توصيات للأهالي إحنا لأسباحة كثير بفلال ببيراك بالبحر إيش في توصيات للأهل اللي حتى يكون في عندهم وعي أكبر لهذه المشكلة أول إشي أول إشي يعني بتضطرك أنا لموضوع الإسباحة ولات بعرفوا يسبح بعرفوش يسبح وكثير بنلاحظ داشروا بعرف يسبح وداشروا بعرف يسبح أول إشي أنت كأب وكأم لازم يكون لك عشر عينين هنا مش عينتين ثنتين اللي تراكب بيبنك وتكوني مع ابنك مصير إش أنت الداشرة ابنك رح تلعب في البليفون أو تروح تقعدة وتحكي مع صاحبتك وابنك هناك موجود هناك الأب والأم مسؤولين أو تروح عمل هناك جلسة مع أصحابك وابنك وكاعد على الدرج وممكن أنه يكرب للماء الغميكة ويغرق أوكي الإشي الثاني إذا في مثلا حالة مرض مثلا معينة إحنا نبكي عارفين إبليبسيا قلب أشياء زي هذه اللي إحنا نبكي مدركين لهذا الموضوع وإحنا أكراب على ولادنا الوعي اللي عندنا في الوسطة العربي هو للأسف وعي اللي هو مس بشكل مباشر في فرع السباحة كفرع أنا بحكي كفرع مهني طبعا كثير اليوم اللي بخلص مرشد ما شاء الله بتلقيه حمل بساطة يلا رشادي رشادي الولد يعني كثير بشوف أولاد بتعلمين غلط والغلط هذا بجرنا لما تهات اللي هي مش مصبوطة الولد ما بعرف إنه ما بعرفش يسبح الولد بعرف إمه بتقول إنه أخذ دورة خذ دورة يسبح في الماء الغميكة ولكن تعال من ناحية يعني تقنية تقنية بتلاقي كل شي عنده غلط طيب هون بتأخذني لسؤال أعتقد إنه رح يهمي كتير أهالي أنا لما بعلم ابني في بركة سباحة مش يعني علمته يسبح في بحر صح في فرق فرق كبير شو لازم أنا أعمل كعيان أول شي البركة هي بركة وهي مش بحر أوكي البحر إله التدريس تعياته إله الميزات تعياته أوكي وأنا بصري أخر ابني من البركة راح حطه في البحر أو أنا مثلا ابن ستاش ابن سبعتاش بدي فرج أصحاب إنه عندي عضلات وأنا كو وأنا بغداء تعلمت في البركة وروح أدب حالي في البحر قبل أسبوع اثنين اللي غيركوا من من تلمد على ما ظن في البحر اللي وبعرف يسبحوا منيح منيح وعندهم كوارب وعندهم كل شي راح يجيب صاحبه لأنه شاف صاحبه بغراك غيركوا اثنين مع بعض فالبحر إله ميزاته الشهر سبعة شهر ثماني هو أخطر أشهر موجودة في السنة فلا دخول البحر لأنه البحر بيكون بسموه فوار يعني بتكون رياح أغلبها جنوبية غربية فما بما أدي إلى حوامات ومواج اللي هي شو الإشارات عندي كبني أدم مستجم أني أقدر أقول آلأ هاي رياح جنوبية هاي غربية هاي راح تأذيني هاي تأذيني هاي تأذيني هاي تأذيني ولكن أنا بنصح جميع الأهالي بنصح جميع الشباب يتوجهوا لأماكن اللي هي مرخصة أماكن اللي فيها منكضين أماكن اللي هي معدلة للاستجمام وما تروحوا تختفوا في شواطئ اللي فيش فيها منكضين وفيش فيها تنبيب أحدا ينجح يساعدك أحنا عائلات عربية منحب نروح ننزوي على جنب لأنه ما بدنا حدا يشوف ناسنا وخالنا وهذا خطأ طبعا خطأ كبير بسرش أنا أنزوي على جنب ما حدا بمنعك تروح على الشباب أنا بشتل في بيرك يهودية أنا اللي تعامل مع بيرك يهودية ومع يهود ما شفتش أي نعرة اللي فيها عنصرية في المناطق هاي بالعكس برحبوا في العرب ولما بشوفوا عربي أجل عندهم ببستو فتعالوا نتوجه لأماكن اللي هي مرخصة أماكن اللي هي معدلة السباحة اللي هناك فيه منقضين فيه إسعار فيه كل شيء خلينا نحكي أكتر على أشخاص بارفوا يصبحوا وهم بقولوا أن هم من سباحين ماهرين وشافوا أنه الموجة هاي كتير عالية ممكن أنا تسحبني إيش فيه طريقة أنه يتبعها عشان يحمي نفسه؟ أنا ما بقدر أشرح هون عن الطريقة الطريقة هي تجربة وكمان تجربة وإرشاد وكمان إرشاد في أنا بعرف فرق اللي هم اليوم بدربوا راكبين الأمواج على لوحة التزلج أيوة أيوة ويركبوا أمواج هم يعرفوا بالزبط كيف يواجه الموج بقدر أحكي لك بشكل عام يعني بشكل ارتجالي بشكل سبورت يعني رياضي إنه لما بتيجي الموج تركبها وطلع على الشط يعني قد ما تكون عالية إذا أنت بتعرف تركب الموج ثواني لأنت على الشط ثواني ولكن المشكلة هون مش بس الموج الموج ممكن يلطم البناء يضرب البناء آدم ويضربه في الصخر هوات صخر على راسه خلالي نكون أغمى عليه وسعيتها بشرب مية أو بفوت لرئتين مية وهناك بصير مشكلة لا هاي بدها معرف وبدها تجارب وبدها تمرين وبدها مش يلا هسا بدها كلكم شو الحل وراح تناعمل دكتور أحمد إحنا كمان مش تم يؤمن إنه كل شيء قدري ومكتوب ومن آمن دائما في إنه يعني خلاص زدت حالك وامشي والأمور بتمشي قدش بتشوف عندنا أخطاء شائعة بالذات من منطلقات هذا التفكير في عملك اليومي صح كل شيء مكتوب من عند ربنا لكن لازم نفكر لازم ندير بالنا على حالنا لازم نكون أنا إدراك معين أوكي من هاي المنصة أنا بندها بالنسبة للإدراك أنا بندها على كل مدربين السباحة على كل الواقفين حفة البرك يا أخي أنت خلصت دورة مرشدين ما بتقدر تأخذ فرك ويلا وابدأ ابدأ بدك تروح المدرب اللي هو مؤهل صار له خمس سنين تجربة إيه له إيه خلنا نقول معرفة منيحة انضم إيه له اتعلم منه وتعلم كيف اتعلم الولاد على الطريق الصحيحة ما بصير اللي كاعد بصير بالوسطى العربي عن جد أنا بحكي بحكي بألم كبير لما أنا بشوفه أولاد بسبحه وبدربه وجايين بسبحه غلط يعني لما أقول غلط أو خطأ أنا بعرف شو بقول يعني ايه تعشوف الولاد بيجو يندهني تعشوف الولاد تعشوف ست دروس سبع دروس فيش شيء من النوع ست دروس سبع دروس مشان أنا أنا أعطي الولاد حركي بده ألف ومتين مرة يعيدها مشان يحطه في رأسه طيب إذا الولاد تعلم حركي غلط شو بكي ما من رأسه بظلوه غلط الولاد بتعلم نقش في الولاد بتعلم الشغل التين الشغل الأولى بيشوف الشغل الثاني بيسمع بيسمع شو انتو بتكله طيب إذا شافك أنت بتسبح غلط بدي يسبح غلط بدي يقول لك أنت بدي يسبح غلط فأول شيء للأهالي أنا بنصح أنه ودي أولادكم عند مدغبين ومرشدين اللي إلهم خلفية في السباح اللي كانوا يسبحوا اللي بيعرف يمثل الحركي ومش كان لعب كرة قدم أو لعب تينيس وجاي اليوم بدو يعلم السباح لأنه بدو عمل له شوية مصاري أنا فيش عندي ما نعمل من هاي الناحية ذي اقتصادية ولكن الأمان أولاً لأولادنا والعائلاتنا ولكل المصطف إحنا بدنا الأمان وبدنا الإشي الصحيح بدنا نمشي خط الصحيح ويكون إذا إحنا بنمشي الصحيح بيكون عندنا أمان دكتور أحمد نطور بنشكرك على كل هذه النصائح القيمة وعلى أمل نتمر كل فترة الاستجمام بدون أي أخبار سيئة في كل المشتراحات إن شاء الله شكراً لإلك شكراً لكم على البرنامج